معايا خبر مش عارف اقوله ولا لا بس الخبر ده انا بصراحة مضطر اتكلم فيه لأسباب السبب الاول الانبهار الهائل لشباب وفتيات المسلمين بالمجتمع الياباني ومحاولة السفر الى هذه البلاد وخصوصا من البنات على فكرة الشباب زمان كانوا بيسفروا يشتغلوا ويرقعوا على بلدهم للأسف الشديد هناك مشكلة كبيرة وهي سفر الفتيات الى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وهذه المجتمعات هؤلاء تعرضوا لغسيل دماغ عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي انه هذا مجتمع خيالي ملائكي كوكب اليابان طبعا انا لا انفي التقدم والتطور التقني لكن هناك بلاوي هناك مشاكل هناك فقر هناك تحرش هناك اغتصاب هناك عنصرية هناك مشاكل كبيرة جدا مجتمع لا يصلح للمسلم ان يعيش فيه او للأسرة المسلمة عشان بس محدش يقول لي انت تضيق على الشباب لا اللي رايح هناك يشتغل لفترة قصيرة ويرجع بلده وما فيش مشكلة لكن امرأة تسافر واحد يسافر مع أسرة هذا شيء شبه مستحيل يعني طيب الخبر معنا لماذا يسرق اليابانيون سرويل داخلية من الأسف الشديد هناك ظاهرة منتشرة في اليابان وهي سرقة الملابس الداخلية للنساء يعني مش عاوز أقول أسماء القطع بيسرقوا هناك قضية يتم الحديث عنها كثيرا في اليابان وهي سرويل داخلية ولصوص حتى أن العديد من البرازيليين الذين عاشوا في اليابان يعلقون على سرقة سرويلهم الداخلية وملابسهم الداخلية من حبل الغسيل في هذه المقالة سوف نفهم اللغز وراء سرقة اليابانيين للسرويل الداخلية في اليابان على هذا النحو يمكنك ترك بلوزة تحمل علامة تجارية أينما تريد يعني ممكن تسيب بلوزة مطرح ما تريد يعني ما فيش مشكلة ولكن إذا تركت لباسا داخلية أو صدرية على حبل الغسيل الخارجي فسيذهبون إلى هناك ويأخذونها طيب يقولون لإعطاءك فكرة في عام 2017 تم تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة سرقة ملابس داخلية لدى الشرطة اليابانية وتم حل حوالي أربعة آلاف حالة يعني في عشرة آلاف حالة سرقة بتحركات الشرطة اليابانية الباسلة استطاعوا تحرير أقول أي بس الكلمة تحرير الملابس الداخلية بلاش أقول الكلمة في اليابان يطلق على رصوص اللباس الداخلي شيتاج دروبو أي اللص الحميم لماذا يسرق اليابانيون سرويلهم الداخلية غالبا ما يسرق الرجال سرويل داخلية للشم والمضغ لأن لديهم فيتشات طبعا فيتشات هذه يعني هذا مرض غريب جدا يعني عندهم حاجة كده يعني هوس بأمور معينة مقدرش أتكلم عنها ولكن انتوا فهميني الكلام يسرق الرجال السرويل للشم والمضغ ولكن كانت هناك تقارير عن رجال سرقوا سرويل لارتدائها أو لمجرد جمعها يعني واحد عنده هوس أن يجمع هذه الأمور وأيضا صنم اللباس الداخلي شائع جدا في اليابان لدرجة أن هناك آلات بيع الملابس الداخلية المستخدمة نوصي أيضا بقراءة ملفات مقال عن سرويل لفهم ثقافتهم طيب من يسرق الملابس الداخلية؟ قد يتصور الكثيرون أن سرقات الملابس الداخلية يتم تنفيذها غالبا من قبل رجال منحرفين ولكن هذا ليس هو الحال دائما حتى النساء يسرقن الملابس الداخلية والقطع من حبل الغسيل هذا طبعا يا جماعة لكشف المجتمعات هذه لأنه دايما الجانب الحسن الإيجابي هو الموجود فإحنا بننقل لكم الوجه الآخر عشان بس بحد شيء يقول لك والله أنت أنا مش عاوز أتأسف أصلا يعني بصراحة لازم ننقل هذا الوجه يمكن للنساء أيضا سرقة سرويل داخلية للاستخدام الشخصي وتقول الشرطة أنه عادة عندما تسرق قطعتين بحمالة صدر فمن المحتمل أن تكون امرأة يحتوي استطلاع تم إجراءه على موقع انفو كيو على بعض البيانات المثيرة للاهتمام حول سرقات الملابس الداخلية يكشف الاستطلاع أن حوالي 8% من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم قد ارتدوا بالفعل ملابسهم الداخلية وثياب داخلية مسروقة تكشف الأبحاث أن حوالي 25% قد سرقت أكثر من أربع قطع الألوان الرأسية المسروقة هي الأبيض والأسود والوردي وأكثر من 70% من السرقات تحدث على شرفات المنازل طبعا جايب لك صور لبعض الناس اللي سرقين هذه الأشياء والله المستعان ودي طبعا سوقه لبيع هذه الملابس وببساطة شديدة هذا كان الخبر طبعا عدد الناس يقول لك والله هذا موقع كذاب هذا على فكرة موقع مهتم بشرق آسيا أو آسيا عموما الصين واليابان وكوريا ولكن أنا عندي لكم الأخبار من مواقع يابانية باللغة الإنجليزية واليابانية هذا الموقع بيزنس إنسيدر الخبر يقول تم القبض على ردو الاشتباه بقيامي بسرقة أكثر من 700 قطعة من الملابس الداخلية النسائية من مغاسل الملابس المعدنية ده مش كلامي أنا يا جماعة هذا كلام بيزنس إنسيدر صحيفة عالمية على فكرة وليست يعني صحيفة عادية وهذا الرجل عمره 56 سنة وسرق 730 قطعة من الملابس الداخلية للنساء هذا واحد لوحده هذا واحد لوحده تخيلوا بقى عدد الأمور اللي حصلت طيب هنا أيضا موقع ميديم هو موقع عالمي للتدوين يتكلم عن نفس الموضوع احذر لصوص الملابس الداخلية موجودون بالفعل في اليابان يعني فيه واحد كاتب مقال وهو أصلا رحالة بيسافر البلاد وبيروح يعني عشان يستكشف الحضرات والثقافات الأخرى فهذا الرجل بيحذر الناس على موقع ميديم للتدوين من سرقة الملابس الداخلية وعمل صورة زي ما انتم شايفين كده يعني صورة مضحكة جدا والله صورة ما اصخرة يعني عمركم شوفتم الحاجات دي يا جماعة أنا آسف والله فعلا عايزة أسأل جمهور القناة سمعتم عن هذا الكلام حد سمع عن هذا الكلام أنا أعتقد ما حد سمع عنه من قبل إلا عدد قليل طبعا طيب هنا أيضا ضابط شرطة ده على فكرة صحيفة جابان تودي ضابط شرطة اتمسك وهو بيسرق سراويل النساء ضابط شرطة ضبط وهو يسرق سراويل النساء ترجم لكم الخبر القبض على ضابط شرطة بتهمة سرقة ملابس داخلية نسائية من عدة مساكن هذا اللص عمره 44 سنة وهو ضابط شرطة ضابط شرطة وضبطوا عنده عشرات القطع من الملابس الداخلية في الخزانة في مركز الشرطة يعني كان بيسرق وبيحطه في يعني هوس طبعا ده جنون يا جماعة طيب هنا أيضا يقولون هنا وده خبر في جابان تودي اليابان اليوم ناطقة باللغة الإنجليزية يقول من الخطر تعليق الملابس الداخلية لتجف في الخارج في منتصف الليل لذلك سرقت الملابس الداخلية للضحية يعني هم هذا تحذير اهو تحذير تحذير شديد اللهجة اوعى تعلق الملابس الداخلية في نص الليل بالليل لانه طبعا في النهار الناس بيتروح وتيجي فمش هتتسرق لكن بيتتسرق في أوقات المساء فبيقول لك اوعى تعلقها لأنها تتسرق ممكن واحد يقول لي والله انت الوحيد الذي تكلبت على هذا الموضوع لا في واحد ياباني تكلم عن هذا الأمر هذا الرجل ياباني تكلم عن هذا الأمر لكن العرب لم يتكلموش إلا في مناظر الله أعلم اسمع ماذا يقول سمعتم؟ يقول أهلا وسهلا بكم في اليابان عندنا بيسرأوا السرويل الداخلية وبيضحك هذه الضحكة طبعا يا جماعة اللي عاوز يوصل لهذه الأخبار يكتب لماذا يسرق اليابانيون سرويل داخلية يكتب هذا العنوان في جوجل سيجد هذه الأخبار كلها موجودة كذلك هذا الخبر وكذلك هذا من صحيفة جابان تو دي رجل البوليس وكذلك أيضا هذا التحذير بالأحرى من سرقة الملابس في اليابان